اكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني وزيره الخارجية على اهمية العناية بالشباب البحريني وتوفير البيئة المناسبة لهم لتحقيق تطلعاتهم والسعي لامراز مكانة مملكة البحرين المتميزة في كافة المحافل الاقليمية والدولية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من لدني جلالة الملك المفدى وجهود الحكومة الموقرة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة وزير الخارجية عبر تقنية الاتصال المرئي خلال مشاركته في اللقاء المفتوح ضمن المرحلة الثانية من برنامج رهان المستقبل والذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية للشباب وخلال المحاضرة استعرض سعادة الوزير مرتكزات السياسة الخارجية البحرينية والقائمة على تعزيز قيم السلام ونشر ثقافته في المنطقة والعالم وترسيخ قيم حقوق الإنسان وإبراز أهم الإنجازات البحرينية في هذا المجال سواء التشريعية أو الممارسات وكذلك تحقيق التنمية المستدامة والإزدهار المنشود باعتبارها جزءا أساسيا من السياسة الخارجية لمملكة البحرين وإبراز المملكة كبوابة اقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مؤكدا على رؤية مملكة البحرين بشأن السياسة الخارجية والمنبثقة من رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والقائمة على الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية المختلفة وبناء علاقات ودية مع مختلف دول العالم والتأكيد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والعمل على فضل منازعات بالطرق السلمية وتعزيز علاقات حسن الجوار في الإقليم والعالم وشدد سعادة الوزير على الدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه المواطن خصوصا فئة الشباب في تعزيز الصورة الإيجابية لمملكة البحرين حتى يكونوا سفراء للوطن في الداخل والخارج من خلال إبراز قيم المجتمع البحريني والمتمثلة في التعايش السلمي وقبول الآخر